السلام عليكم البنات نتمنى تكونوا في أحسن أحوال اليوم جيتكم بشلادة غزالة ديال لافوكا فدرتها هذا النهار قلت لشيلا اللي ما نشاركها معكم فانتمنى تعجبكم وإلى عجبتكم لا تنسوا ليش عفاكم من لايك واللي ما مشتركش اشترك في القناة ديالي في اللهوا معايا وتشوفوني كيف درت لها ففيناء كبير كندير زليفة ديال الخصم قطع وبطبيعة الحال كيكون مغسول وكنجيب خيارة كنحكها في ذيك الحكاكة على شكل ترونشات مدورين وكندير نص خيارة كبيرة إلا كانت أو لخيارة كاملة إلا كانت موين وكندير واحد خزوة كنحكعتها في الحكاكة وما طيشة كنحيد لها القشور ديالها وزرعة ديالها وكنقطعتها مرصوات البصلاء الحمراء كنقطعتها شنفات كيف ما كتشوفوا وشوية ديال الدراء ولافوكا اعنا عندي جوج ديال الافوكا ديال الافوكادو قطعتهم وقشرتهم وقطعتهم كيف ما كتشاهدوا مرصويات وكنجيب قطعت العلبة التونة ونضعها مع امتهية شلادة متكاملة زوينة والديدة وفيها جميع العناصر ونزيد كذلك الفروماج مرصوات مرصوات ونزيد كذلك مرصوات نزيد ونزيد مرصوات من مرصوات اوه الملح والابزار والملح حسب الدوق كما تريد أحسب الملح نحرك الملح نحرك جيدا ونزيد قليلا قليلا تستغنى على قليلا ونحن تحرك الحمض ونحن تحرك حمض ونحن تحرك ونحن تحرك ونحن تحرك ونحن نحن تحرك فيجري حمضة نحن الضغر mbا يجب اللاج وقما السلغر نتجز وعندقائنا تقدروا انتم إلا عندكم شي خودة بحل كورنيشون لا بريد تزيدوه وش حل من حاجة لا بريد تزيدوها تقدروا تزيدوها فصافي هاي الشردة دينا واجدة نتمنى تعجبكم راكت جيزوينة وديدة بزاف وشكرا لكم على المتابعة وان شاء الله تلقوني في حلقة اولا في فلوك تاني ان شاء الله سلام عليكم